مساء الخير شباب كثير بيسألونا على أنتي فيروس مجاني خفيف الحجم وبيشتغل على ويندوز 7 وفقال رح ننتقل لجهاز الكمبيوتر لحتى نتعرف عليه بعد ما تعطونا إعجاب على هذا الفيديو بالفترة الأخيرة أصدقائي كثير من الشركات تخلت عن دعم ويندوز 7 ومن هاي الشركات شركات المنتجة لبرامج مكافحة الفيروسات وللأسف ويندوز 7 معرض كثير للفيروسات وخاصة من الفلاشات وبهذا الفيديو رح نتعرف على مضاد فيروسات اسمه سماداف ننتقل لمحرك البحث جوجل ومنبحث عن سماداف تطلع لي أول نتيجة بحث ومنفتحها مثل ما أنا ملاحظين هاد هو مضاد الفيروسات اللي بين إيدي وعمل لي هو أنتي فيروس فور يو اس بي أند بي سي يعني لمنافذ اليو اس بي والفلاشات وكروت الذاكرة كذلك الأمر للكمبيوتر أكيد مثل ما أنا شايفين في عندي زر اسمه داونلود بضغط عليه وبحمل النسخة منه وبعد ما نزل البرنامج لعندي على سطح المكتب منلاحظ أنه حجمه ما يقارب لتنين ميجا بضغط مرتين على البرنامج وببدأ التثبيت بيعطيني اختيار اللغة وما في غير الاندونيسية أو الانجليزية رح اختار الانجليزية وبضغط اوكي نضغط على التالي الموافقة على الشروط والأحكام التالي وضع أيقونة على سطح المكتب رسال تقارير لشركة سماداف بضغط على التالي ومن ثم انستول وبالنهاية بضغط على فنش طبعاً في عندي لانش اسماداف بهذا المكان إذا بحط إشارة صح بيشتغل البرنامج مباشرة رح قوله يشتغل البرنامج وبعمل فنش بيفتح البرنامج عندي بهذا الشكل طبعاً بيعطيني الميزات اللي بتكون بالبرو النسخة المدفوعة والميزات اللي بتكون بالنسخة المجانية ومن مميزات النسخة المجانية أنه قادر على فحص جميع الفلاشات وكروت الذاكرة والهاردات الخارجية كذلك الأمر تأمين الحماية الكاملة لجهاز الكمبيوتر طبعاً في ملاحظة مهمة جداً يا شباب هذا أنتي فيروس مجاني خفيف بحجم صغير يعني لا تتوقع أنه يحميك من هجمات الاختراق أو يحميك من ملفات الفدية لذلك لحنا عم نتحدث عن أنتي فيروس بسيط قادر على التقاط معظم الفيروسات المعروفة رح نتعرف على هالأنتي فيروس بشكل سريع وبسيط التبويب الأول عندي هو السكانر أو السكان الفحص داخله في عدة تبويبات وأهمها تبويب السكانر أو السكان مثل ما أنا شايفين عم يقولي Fast System Scan يعني الفحص السريع باختار الأقراص والمجلدات اللي عنديها واللي حابب أفحصها بهذا المكان وبضغط سكان بالتالي بيبدأ بفحص جميع المجلدات اللي اخترتها وخاصة إذا كنت واصل فلاش ميموري أو هارد ديسك خارج وكذلك الأمر في عندي خيار لسكان أو لدرايف لما باختار هذا الخيار أكيد رح يعمل فحص لجميع الهارد ديسكات المتصلة بجهاز الكمبيوتر وأكيد يا شباب ما ننسى في حال اختيار هذا الخيار أو هذا الخيار بدي أضغط على عبارة سكان بهذا المكان في عندي عدة تبويبات في عندي تبويب التقارير بهذا المكان بيعطيني تقدم الفحص كذلك الأمر الفيروسات اللي لقطة وبعد ما بيلقط الفيروسات في عندي عبارة fix all أي إصلاح جميع الملفات المتضررة ملاحظة مهمة جدا ملفات الورد والصور ما بيحذفها ولكن ملفات ال-exe أو الملفات التنفيذية أكيد رح يحذفها عندي تبويب الفيروس بهذا المكان بيعطيني أسماء الفيروسات اللي لقطة كذلك الأمر عندي تبويب للرجستري وكذلك الأمر عندي تبويب للملفات المخفية أو الهدن تبويب البروتكت أو الحمايع بيعطيني أنه هلأ الجهاز محمي بشكل عام وفي عندي بعض خيارات الحماية وفضل تتركها مثل ما هي الموجودة ضمن البرنامج وخاصة خيار البلوك من ال-USB مباشرة بوجود أي تهديد أما ضمن تبويب التولز في عندي عدة تبويبات من ضمن هاي التبويبات تبويب بروسيس منيجر بداخله جميع البرامج اللي عبتشتغل بالخلفية وبهذا المكان بيعطيني كل برنامج شعب ياخد من المعالج طبعا وأكيد بالضغط بالزر اليميني ومن ثم Action فيك تعمل Kill أو Restart لهذا البرنامج اللي شغال بالخلفية في عندي تبويب System Editor عن طريقه فيك تعدل ظهار بعض الأمور داخل ال-Windows فمثلا فيك تخفي ال-Control Panel فيك تخفي أداة ال-Run أو تخفي زر ال-Shutdown أمور كتير فيك تترجمها وتتعرف عليها بتبويب ال-Wind Force في عندي أدوات فيني أظهرها بالإجبار فمثلا عندي Task Manager من هذا المكان فيني شغله أو فيني شغل محرر الأوامر كذلك الأمر ال-Registry كذلك الأمر System Utility وآخر تبويب عندي اسمات Dash Look أو Autorun .inf ومثل ما بنعرف فيه فيروس بيسموه Autorun عادة بنزل بالفلاشات فيني أحمي فيه الهاردات منه وطبعا فيني فعل جميع الهاردات أو جزء منها وأعمل Look إلها من تبويب ال-Setting في عندي الأدوات الخاصة بالبرنامج وأهم ما تفعيل البرنامج بهذا المكان وأكيد في عندي كبسة تشيك فور Update إن شاء نأخذ آخر نسخة من البرنامج أما زر Upload Virus إذا كان عندك فيروس ما كشفه الاسماده فيك من هذا المكان تعمل Add File وترفعه للشركة لحتى تتعرف عليه وتحطه بالإصدار الجديد من ال-Antivirus داخل تبويب Scanner Setting فيك تستثني بعض المجلدات أو الملفات من فحص الفيروسات خاصة إذا كان عندك بعض الألعاب أو بعض البرامج اللي بتشوفها مضادات الفيروسات على إنها فيروسات وأكيد فيك توضع كلمة سر للبرنامج بشكل عام وحتى فيك تغير لون الواجهة على ما أعتقد من هذا المكان نعم فيك تغير لون الواجهة طبعا هذا الخيار هلأ عم بكتشفه معكم تبويب الكارانتين أو ما يسمى الحجر الصحي المكان اللي حجر فيه الفيروسات بتشوفهم بهذا المكان طبعا فيك تحددهم كلهم بشكل عام وتعمل لون Delete وآخر تبويب هو تبويب لبرو اللي راح تشوف فيه جميع الخصائص الخاصة بالنسخة المدفوعة وهيك يا شباب منكون تعرفنا على جميع الأدوات الخاصة بهذا الانتي فيروس المجاني يلي بين إيدي شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية واحد